الفيديو دي النهاردة من اقوى الفيديوهات اللي هتشوفوه على اليوتيوب ان شاء الله هنبدأ النهاردة نتكلم عن ادوات الرسم الادوات دي الاساسية والبسيطة والرخيصة تعالوا نبدأ الفيديو ونشوف ادوات الرسم وهنبدأ اول حاجة بالورق هنتكلم عن الورق لان الورق بالنسبة للرسام عامل زي الاساس اللي بتجني عليه يعني الورق لو ما كانتش مزبوطة معاك او كويسة او تستحمل شغلك عليها هتتقطع منك وهتضايقك وتزععلك اي فنان محترف بيجي يشتري الورق بيبص على ترد حاجات مهمين جدا نوع الورق اللي بيشتريه عامل ازاي او وزن الورق اللي بيشتريه عامل ازاي او ملمس الورق عامل ازاي طب ليه اي فنان بيبص على الحاجات دي وبيشتري الورق اول حاجة لو نتكلم عن نوع لو جبت نوع رديق وانت بترسم عليه هتقطع منك وانت شغال عليه لانك كمبتدئ بتبقى ايدك تقيلة في الرسم وطبعا في بدايتنا كلنا بنغلط كتير ونفضل نمسح ونعيد تاني رصاص ونمسح ونعيد تاني رصاص فمع استخدام ورق نوع وحش الورق هتقطع منك في الرسمة وهتحبط وهتزعل جدا وهتقول انا فاشل في الرسم عشان كده نوع الورق مهم جدا عند الرسام ده بالنسبة لو بترسم رصاص ممكن يتقطع منك من الضغطة بتاعت ايدك على الورق اما بالنسبة للالوان الالوان عبارة عن تكوين طبقات كتيرة فوق بعضها على الورق فلما انت تتلون على ورق يعني وحش هتلاقي الورق بتقطع منك كل ما تضيف طبقة من لون او تحرك الفرشة كتير على الورق هتدوب الورق منك وهبوز وهتطقطع برضو عشان كده لازم نركز على نوع الورق اللي هنلسم عليه في البداية نتكلم عن النقطة التانية ان الفنانين بيركزوا جدا في وزن الورق عشان لو بيستخدموا ورق محمل شوية او سميك يعني مثلا 280 جرام ده بيستحمل معهم الضغطة بتاعة الالم وهم مشغالين وفي نفس الوقت بيستحمل الالوان الكتيرة يعني لو فضلت تضيف طبقة فوق طبقة فوق طبقة من الالوان هتلاقي الورق ما بيتقصرش ولا بيجوز ولا اي حاجة من الكلام ده اما الحاجة الاخيرة اللي بيبوز عليها الرسام المحترف هو بيختار الورق بتاعه الملمس بتاع الورق ملمس الورق يعني ايه يعني في ملمس ناعم ببساطة وفي ملمس خشن الملمس الناعم ممكن تستخدمه انت بترسم بالجاف كمبتدئ لسه في الاول اما الملمس الخشن بينفع جدا معاك في الالوان وفي الاشياء اللي فيها تفاصيل كتيرة زي مثلا الراجل العجوز اللي احنا شايفينه دلوقتي البرتري او الوش اللي فيه تفاصيل كتيرة بينفع معاك الورق الخشن اكتر لان هو بيساعدك في التفاصيل الكتيرة اللي بتعملها مجرد ما بتحرك القلم وبتشتغل بالخطوط بتاعتك بيدي معاك انطباع المسامك الكتيرة اللي في وش الراجل العجوز عشان كده الملمس بيفرق مع كل رسام محترف بينقي الورق بتاعه طيب عشان ما تتوهشي في الموضوع الكبير ده في موضوع الورق لان الموضوع فعلا اكبر من كده كمان هقول لك ببساطة تستخدم ميكا مبتدئ هتستخدم سكيتش كانسون ياما كبير ياما صغير زي اللي قدامنا في الصورة هتبدأ تشتغل على سكيتش كانسون ياما بقى ورق ناعم ياما ورق خشن ما تجيبش ورق فارط في البداية لان انواع الورق كتيرة وزي ما قلت لك الكلام ده هيج معاك بالتدريب والاستمرار في الرسم لما انت تستمر وتكبر مثلا السنة كده بتكتهد مع نفسك او شوية شهور اكتهدت مع نفسك هتلاقي نفسك عايز تتجرب ورق كتير فعرجع اقول لك ده افضل انك تجرب كتير ممكن الورق اللي بالنسبة لي حلو يبقى بنسبة لك وحش اشمعنا الورق الكنسون يا عم محمد الورق الكنسون عشان مشهور عند معظم الفنين على مستوى العالم ويرسموا عليه وكل الناس بتشكر في الجودة بتاعته هو ورق يساعدك جدا في التوناد بتاع الرسم ويطلع معاك الدرجات حلوة جدا وبرضو انا مجربه بنفسي في بدايتي اما حاجة الاخيرة اللي نتكلم فيها في موضوع الورق حاجة اسمها الكامفس الكامفس او اللوح اللي هي عبارة عن قماش احنا منجهزه عشان نعرف نرسم عليه ونزلت له فيديو قبل كده هنزلو لكم في صندوق الوصف عشان تسمعوه وتستفادوا منه وتعرفوا ازاي بنعمله في فيتنا بشكل بسيط اللوح الكامفس زي اللي قدامنا في الصورة كده القماش دايما بيستحمل الالوان عن الورق وهيبقى جودته افضل وهيستحمل معاك انك تعد ويتزيد كتير في الرسمة عشان تتدرب اكتر فاللوح اللي هي الكامفس القماش دي افضل كتير للالوان السائلة الالوان السائلة زي الزيت والالوان الاكريلك والالوان المية هي دي ببساطة الالوان السائلة التاني حاجة هنتكلم فيها هي خامة الرصاص بنصح اي مبتد انه يبدأ بخامة الرصاص لانها اسهل خامة خالص في الخامات بتاعت الرسم اي محترف يتأكد من حاجتين مهمين جدا هو بشتري القلم رصاص بتاعه نوع الالم والدرجة بتاعت الالم ده طب الكلام ده بيفرق في ايه ولا يعني ايه اصلا هقولك باختصار اشهر انواع الالوان الرصاص فيه الالم اسمه فيبركاسل دي ماركة وخامة مشهورة جدا في كل حاجة وخامة تانية اسمها استيدلر مشهورة برضو جدا لجودة الخامة بتاعتها وفيه خامة تالتة اسمها ديرويند التالت انواع دول هتلاقيهم متوفرين معايير السام على مستوى العالم يعني لو معهوش استيدلر هتلاقي معاه فيبركاسل معهوش فيبركاسل هتلاقي معاه ديرويند وهكذا النوع اللي هتلاقيه في الاعلام الرصاص متوفر اكتر هو فيبركاسل وده بسبب الجودة بتاعتها وبرضو السعر بتاعها رخيص جدا للمبتدئ فللو عايز تبدأ ممكن تبدأ بخامة فيبركاسل انا بشتغل بها كتير معاكم في الفيديوهات لان الجودة بتاعتها يعني مريحة للعين اثناء الرسم بتاعك فعشان كده بنصحك بفيبركاسل وفيه نوع تاني بحب استخدامه برضو استيدلر فلعايز تبدأ يبقى يام فيبركاسل ايام استيدلر استيدلر خامة المانية وحاجة جميلة جدا وتفتح نفسك كنت شغال وبتشجعك على الرسمة الحادة ما تخلص خالص ملاقيتش فيبركاسل يبقى ايه تجيب بديله استيدلر فيه نقطة مهمة جدا المبتدئ لازم يعرفها في موضوع الاعلام الرصاص الاعلام الرصاص دي بتنقسم لدرجات يعني ايه درجات الاعلام الرصاص ببساطة الدرجات الغمقه في الاعلام الرصاص هي درجة البي والدرجات الفتحة في الرصاص هي درجة الاتش والمتوسط بتاع الدرجات دي الاتش بي الاتش بي هنا هي اغمق الدرجة في الرصاص في الصورة دي فيه طبعا درجات اغمق من جدا ولكن الصورة دي بسيطة جدا عشان نوضح للمبتدئ يعني هي درجات غمقه ودرجات فتحة هنفهم هنا ان كل ما منكبر الرقم جنب البي الدرجة بتبقى غمقه جدا وعكس الكلام ده في اسفل الصورة كل ما بكبر درجة الاتش الدرجة بتبقى فتحة جدا طيب انت كمبتدق ممكن تشتغل بتلت درجات مثلا معاك درجة متوسطة ال HB معانا وهتلاقي متوفرة جدا في المكتبات ودرجة ال 4B ودرجة ال 8B الدرجات دي هتساعدك جدا في الرسم وممكن تشتغل بدرجة ال 8B الغمئة جدا وتطلع منها الدرجات الخفيفة زي ما اشتغلنا مع بعض في فيديوهات قبل كده مثال بسيط كده او صغير وانت بترسم مثلا حاجة غمئة جدا او داكنة ما ينفعش تشتغل فيها بدرجة ال H اللي هي الفتحة خالص يعني لو انت شايف شعر غمئ جدا لازم تعمله بدرجة ال 8B اللي هي اغمأ درجة في الصورة دي في الام الرصاص ده كده ببساطة يعني ايه درجات الام الرصاص لكل مبتدئ في الرسم في نقطة الرصاص هكلمك على حاجة مهمة جدا ان احنا لما بنغلط طبعا بنحتاج نمسح الاستيكة او الممحاة في منها نوعين النوع اللوع العادي اللي بنستخدمها في المذاكرة بتاعتنا وانحنا بنعمل اي حاجة وانحنا بنكتب دي الاستيكة العادية اما الاستيكة المرتبطة بالرسم اكتر هي استيكة الفحم طب هل فيه فرق بين الاتنين دول او بيعملوا ايه الفرق ما بين الاستيكة العادية اللي هي الدرجة معنا كلنا وما بين استيكة الفحم الاستيكة العادية في استخدامها انت بتمسح بطريقة اعتيادية خالص اللي هو بتمسح رايح جاي زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو اما استيكة الفحم دايما بتمسح بيها على اتجاه واحد وساعات لو احنا مظللين الرسمة برصاص تقيل وعايزين نخفيفه شوية بنسحب بيها الرصاص من على الورقة نخليه خفيف شوية وكمان استيكة الفحم بتعمل اضاءات حلوة جدا في الرسمات بتاعتنا زي ما احنا شغالين في الرسمة دلوقتي بتستخدم استيكة الفحم دي مفيدة جدا وبتخلي الرسمة تطلع بشكل احترافي قوي وبتساعدك انك تعمل ظل ونور كويس في الرسمة بتاعتك والنوع اللي هنصحك به زي ما احنا متعودين فيبركاسل يا اما استيكة الفحم تستخدمها فيبركاسل يا اما الاستيكة العادية تستخدمها نوع فيبركاسل هنتكلم دلوقتي عن خامة الالم الجاف الالم الجاف لو انا عايز ارسم به ابدأ اختار انواع ايه ارسم بيها لان السؤال ده بيجيلي كتير جدا ادوات الالم الجاف هي من ابسط الادوات في الخامات كلها هتستخدم الالمين جاف لو ما لقيتش ده تستخدم ده هما ايه الالمين دول الالم استيدلر والم بيك دول مشهورين جدا وكل الفنين المحترفين بيستخدموهم في الرسمات بتاعتهم ليه بيستخدموا استيدلر او بيك استيدلر عشان بيطلع معاك تونات ودرجات حلوة جدا في الرسمات بتاعتك وبيسهلك عملية الدمج لما بتعمل خط جنب التاني بيسهلك عملية الدمج كتير جدا في الرسمات ويبسط الحاجة معاك وانت بترسم اما عن البيك والمتعارف اكتر اللي الناس بتستخدمه الالم البيك مشهور جدا في التونات بتاعته والدرجات بتاعته وانت بترسم بالجاف ومش بيسيل منك حبر وانت شغال وبيطلع معاك رسمة متنسقة وشكلها جميل جدا وكمان لون الحبر بتاعه حلو وبيفتح نفسك في الرسم عشان كده الالم البيك انا بانصحك به ولكن لو ما لقيتش الالم البيك فيه بديل ليه هو الالم ستدلر تمام؟ دي من افضل انواع الالام الجاف اللي هتساعدك في الرسمات الجاف فيه خامة من اكتر الخامات اللي المبتدئين بيخافوا منها رغم انها جميلة جدا هي خامة الفحم خامة الفحم يا جماعة من اجمل الخامات اللي ممكن ترسم بيها وتطلع لك الرسمات واقعية وشبعها الحقيقة مية في المية هبسطها لكم بطريقة سهلة اوي فركزوا في كل نقطة هقولها خامة الفحم ليها شكله مختلفين عن بعض فيه نوع اللي هو الالم الفحم العادي الدارج معنا كلنا وفيه نوع تاني اسمه سن الفحم بيبقى عبارة عن سن كامل من الفحم ما بيتبريش ولا اي حاجة الالم الفحم يا جماعة لو انت لسه مبتدئ ما تبرهوش بالبراية النهائي عشان لو بريته بالبراية يفضل يقصر معك لحد ما يبقى تدعو لتصبعك وفي الاخر هتحبط وتزعل جدا فعشان كده الالم الفحم يبري بالقطر بطريقة سهلة جدا وهنزل لك فيديو كنت ببري فيه الالم الفحم عشان تعرف ازاي بيتبري ويسهل عليك الموضوع ده النقطة دي هتحبطتني في الاول عشان كده نبأكد عليكم في النقطة البسيطة دي وفي خامة الفحم هكلمك برضو على الدمج الدمج كنت بحذرك منه كتير في الرصاص ولكن هنا لازم تدمج في الالم الفحم لانه هو طبقاته غير الرصاص ولازم في الشغل بتاعه ندمج عشان شغلنا يطلع وقائيه بشكل جميل جدا لما بنيجي نشتغل على اجزاء صغيرة او ديئة مثلا على الورقة باشتغل بقلم الدمج عشان هو يعرف كبل المساحات اللي هي الصغيرة لانه بيبقى ليه سن زي الالم فيعرف كبل التفاصيل الصغيرة اللي انا عايزها اما لو هاجه اشتغل على مساحات واسعة من الفحم لازم استخدم معايا فرشة نعمة اي فرشة نعمة عندك سواء فرشة ميكوب ودي بيستخدمها معظم الرسمين لانها بتساعد في الرسمة بتاعتك قوي وبتقفل مسام الورقة بشكل جميل جدا من الحاجات المهمة برضو وانت شغال بالالم الفحم عشان ما يهببش منك الورقة ويبوص في البداية لازم تحط ورقة تحت ايدك زي ما انت شايف دلوقتي في الفيديو دي حاجات مهمة جدا ودي حاجات اسيات للالم الفحم الفرق يا جماعة بين الالم الفحم و سن الفحم سن الفحم دايما بيستخدمه في المناطق او المساحات الوسعة يعني لو عايز اعمل خلفيات لرسومات معينة باستخدم سن الفحم لان الالم الفحم ياخد وقت مني ان كل شوية هبريه وخلي السن بتاعه مزبوط ولكن سن الفحم بيعمل معي مساحات هيلة جدا من الفحم وممكن نرسم بيه على مساحات واسعة عشان كده سن الفحم بيختلف عن قلم الفحم هنجي دلوقتي للقسم الواسع واللي هو عايز مليون حلقة وان شاء الله نعمل له حلقات كتير جدا هو قسم الالوان بقى ان شاء الله في فيديوهات محضرنا كتير جدا للالوان هتبقى جميلة جدا وبسيطة وهتعجبكو الفترة اللي جاية عشان كده محدش ينسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اول منازل الفيديوهات دي توصلوكو اول باول اول حاجة في الالوان هي الالوان الخشبية اللي مشهورة هنبدأ بالوان فيبريكاسل ياما نشتغل بعلبة الوان فيبريكاسل اللي هي كبيرة ياما الصغيرة وانا بشتغل بيها في كل فيديوهاتي وبشتغل بيها في رسماتي دايما وبطلع بيها الرسمة جميلة زي ما احنا شغالين دلوقتي في رسمة اللي قدامكو فالحاجة بسيطة وبطلع حاجة جميلة معاك وهي ارخص حاجة للمبتدئ لو عايز يبدأ ولو انت عايز تساعد طفلك الصغير تجيب له الوان فهي دي متاح للجميع ويعني فيه متناول اليد عشان كده بنصحك تبدأ بالوان فيبريكاسل اللي هي الوان خشبية اسمها الوان خشبية مائية مائية ليه؟ لانها بيتضاف عليها مية احيانا لو عايزين نسيح اللون بتاعنا تنفع معانا برضو وتشتغل كالوان مية فعايز تبدأ ابدأ الاول في الالوان الخشب بقلبة الوان فيبريكاسل خامات الالوان كتير يا جماعة وبحضر لها فيديوهات مختلفة لوحدها عشان كده هاختصيرها خالص في الفيديو ده خليك بس ركز على الخامات اللي قلتها في الاول دي حاول تجرب كل خامة كزا شهر كده لحد ما تتمكن من كل الخامات دي لان الموضوع فعلا عايز اتقان منك وعايز صبر شوية هنيجي دلوقتي على خامة الالوان الزيت الوان الزيت من الالوان الجميلة جدا وبتفتح نفسك في الرسم وليها ستايل مختلف كده في الرسمات بتاعتها في نوعين مهمين جدا لكل مبتدئ لو عايز يبدأ بالوان الزيت نوع اسمه مريس ودي خامة مشهورة جدا والسعر بتاعه في متناول ليد يعني وفي خامة تانية اسمها بيبيو النوعين دول يا جماعة من اشهر الانواع وسعرهم يعني بسيط خامة مريس وكان فيه الوان تانية معاها برضو مش متزكرة اسمها قوي كنا عملنا بيها تحدي قبل كده انا وبابايا في القناة عن الرسم بالزيت وكل واحد رسم شجرة بطريقة مختلفة فبنصحك بيها لعايز تبدأ ترسم بخامة الزيت ان شاء الله يا جماعة الالوان محتاجة حلقات كتيرة جدا فعشان كده عمل لها حلقات تانية فاكلمك باختصار عن ابسط الاشياء اللي تبدأ بيها كمبتدئ في الرسم لعايز ترسم كمبتدئ بالالوان المائية ممكن تستخدم الالوان اللي هقولها دلوقتي الوان اسمها قورة الوان بلاستيك الالوان بلاستيك دي بتاع الدهانات بتتخفف الماية وسهلة جدا وممكن تجرب نفسك فيها في البداية كتير واطلع معاك حاجات جميلة جدا وانا جربتها كتير اوي في الرسمات كتيرة ومعظم شغلي كله بيها واسعار الالوان البلاستيك دي لا تذكر بالنسبة للالوان الغالية التانية وفي نفس الوقت بتعمل نفس الحاجة اللي الالوان الغالية بتعملها فعشان كده منصحك بالالوان البلاستيك اللي اسمها قورة تجربها وتجرب نفسك بيها في البداية كتير جدا او الوان اسمها بوستر الوان بوستر دي الوان ماية برضو تنفع لكل الناس اللي لسه بتبدأ في الرسم الفيديو ده فيه كم معلومات حلو جدا عشان كيركزوا في كل حاجة قلتها الالوان الاخيرة اللي معانا الوان اكريلك الالوان الاكريلك زي اللي باستخدمها دايما واستخدمناها في فيديوهات برضو كتيرة الوان عبارة عن انابيب موفرة وحلوة جدا انك تجرب بيها نفسك في البداية موضوع الالوان مخلصش كده جماعة ان شاء الله هكلمكم فيديوهات كتيرة باستفادة اكتر عن كل لون وازاي بنركب الوان مع بعضها وازاي نشتغل بالالوان الاساسية بس ونطلع منها الالوان السنوية ان شاء الله بحضر فيديوهات مختلفة مختلفة فعلا على اليوتيوب لموضوع الفن لان انا نفسي اخلي الناس كلها تحب الفن ويوصل لكل البيوت لان الفن حاجة جميلة جدا وحياتنا كلها عبارة عن فن فن في الاكل فن في التعامل فن في الرسم فالفن حاجة مهمة جدا في حياتنا عشان كده محتاجين دعم قوي بالفترة اللي جاية ان شاء الله نوصل للمليوم مشترك ونحقق احلام كتيرة مع بعض ان شاء الله تباس انا سعيدة لكل الناس وكل الناس تحقق احلامها ان شاء الله امين يا رب شوفوا فيديو جديد اجمد فنانين على الكوكب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته